اشتركوا في القناة في هذا المجال وبمدينة بركان منظمة الأمم المتحدة الانمائية بالمغرب تطلق قافلة الشباب بجهة الشرق قافلة تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف المبادرات الشبابية التي تتبنها وكالات الأمم المتحدة الجامعة الملكية المغربية للتانكسودو تنظم بمدينة المحمدية بطولة الأبطال تظاهرة الرياضية تهدف إلى انتقاء عناصر تعزز المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة أفريقيا المقبلة بالكونغو الديمقراطية مرحبا بكم الجديدة نصيل النشرة من مدينة العيون حيث حث وزير الشؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطا خلال أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب وغينيا بيساو التي انعقدت الثلاثاء حث الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين بكل من المغرب وغينيا بيساو على الاستفادة من الفرص التي يقدمها البلدان في عدد من القطاعات كما أشهد بوريطا بإسهامات القطاع الخاص المغربي في مصاري تنمية الواعد الذي تحذوه غينيا بيساو خصوصا فيما يتعلق بالقطاع البنكي ومجال النقل الجوي والاتصالات وغيرها وبعد أن عبر عن ارتياحهما زاء روح الأخوة والتفاهم المتبادل التي طبعت أشغال هذا اللقاء وقع وزير الشؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ووزير الشؤون الخارجية وتعاون الدولي والجاليات بغينيا بيساو على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وذلك في ختام أشغال الدورة الثالثة للجنة المشتركة لتعاون المغرب غينيا بيساو ورحب سيدان الوزيران بنتائج هذا الاجتماع الهام الذي مكن من تحديد مشاريع وعمال مختلفة للتعاون والتي سيتم إنجازها بشكل مشترك قصد إضفاء دينامية جديدة على علاقات التعاون بين المغربي وغينيا بيساو وبالعيون دائما وخلال أشغال الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون بين المغربي وملاوي أشهد وزير الشؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ووزيرة الشؤون الخارجية وتعاون الدولي بجمهورية تيمبو بتعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وجاء في بيان المشترك صدر في الختام أن الوزيرين اتفقا على الحفاظ على الدينامية الحالية وجددات تأكيد على التزامهما ببحث سبر جديد للتعاون في المجالات الذات الأولوية في المستقبل وفي هذا الصدد كذبوريطة ضرورة إرساء حوار سياسي بناء وعميق مع جمهورية ملاوي منوها بتوافق وجهات نظر الطرفين بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتميز بالتزام المشترك لصالح السلام والاستقرار واحترام سيادة الدول والديمقراطية في أفريقيا والعالم وعلى المستوى متعدد الأطراف شدد الجانبان على أهمية تكثيف اتصالتهما بهدف زيادة تنسيق مواقفهما داخل المؤسسات الإقليمية والقارية متعددة الأطراف والدولية على غرار الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة النقابات الصحية الثمانية أعلنت عن خاوض إضراب مختلف المؤسسات الاستشفائية بالمملكة من الاثنين إلى الجمعة ولمدة أسبوعين إضراب جاء ردا على النقاط ذات الأثر المالي التي صرحت بها الحكومة الأسبوع الماضي كوفر أبو تير وعدنا للهرس تنتظر هذه السيدة أمام المستشفى لعل طبيبها يحضر لمعاينتها فالإضراب الذي تأخذه النقابات الصحية الثمانية لمدة أسبوعين شل العمل بمختلف المؤسسات الاستشفائية بالمملكة نحن جينا وقعنا للإضراب نفس سويسيا مدوزنا ما ورحنا غاد نبحان جينا من بعيد كل الإضراب كل شيء يدير الإضراب لما أنا تحالي لما أنا طبيبات لكل شيء يدير الإضراب جيت صبنيتي الصباح وش حقوة إحنا قال ل لذي يruktولون لما نت欺γο الثمانية لإضراب وكل شيء يشرك بهıl حال عن قال لك ما كانش خدمة كان 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 من الأضراب ومن أنا هي فنشد المؤسسات قال الأخوة عليك basis لا أعطي حده جتنا عند عند دكتور ديلي أناان س க UM ولمر At th appealing ديلي تديروها كان أدراب ولكن ملابطنا باش دو الموعيد قالونا لا أعطينا عني مرودية التيفون جيت صباحة أنا يوم شد رنديفو اليوم أعطي عندي رنديفو جيت شفت طيبة ديالي أعطتني رنديفو آخر وقالت لي شريش دي معيد واحد تلفزة ديال طيب الباطن ديال طيب بطني مشيت قال كيل إدرام ما كعتوش الموعيد الاحتجاج جاء بمثابة رفض للإصلاح الذي بشرته الحكومة إصلاح تصفه النقابة بالمجهولة نقابة تطالب بالحفاظ على صفة موظف عمومي وتأدية الأجور من الخزينة العامة للدولة تعز أسباب التصعيد في الإدرام الذي يقوده وتقوده الشغيرة الصحية تحت لواء التنصيق النقابي لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية إلى عدم الاستجابة لمحظر الاتفاق القطاعي التي شاركت فيه تمشيلية رئاسة الحكومة وممثلي الشغيرة الصحية من خلال نقاباتها الثمانية وذلك التي تم توقيعه بتاريخ 29 دجنبر من السنة الفارطة والتي أظهرت من خلاله هذه النقابات نيتها الحسنة وذلك عبر الإنخراط بشكل فعال في الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية وتم عقد مجموعة من الاجتماعات بعد ذلك والتي بالغ عددها 50 اجتماعات للأسف الشديد اللي كانت فاجئة من بعد أنه تم تنكر لها الاتفاق القطاعي اللي فيه واحد من جموعة ديالني قد قريبا مكون من 27 نقطة 27 مطلب اللي كتهمش غير الصحية عموما هذا الإصلاح اللي ما عرفينوش كيفاش دير وما كانيش ضمانات يعني قانونية اللي كتخول لنا البقاء في صفة موظف عمومي وكتخول لنا يعني مركزيات الأجور وبالزفد الوضع لإعتباري ديالنا احنا ره ما يمكنش نمشي والإصلاح ويتم نقلت القائد دون التشاور معنا الحكومة أقرت الأسبوع الماضي بزيادة بقيمة ألف درهم شهريا في الأجور وتوسيع قاعدة المستهدفين في حين تؤكد النقابات على ضرورة الالتزام بالاتفاق القطاعي الذي يلزم الحكومة بصرف مبلغ ألف وخمسمائة درهم للممرضين وألف ومئتي درهم للتقنيين والإداريين وذلك من خلال إقرار زيادة في أجور كل من هيئة الممرضين بوزارة الصحة وهيئة الممرضين وتقنية الصحة المشتركة بين الوزارات بمبلغ شهري صافي محدد في ألف درهم يصرف على قسطين متساويين وفق الجدولة الزمنية التالية القسط الأول خمسمائة درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز الفين واربع وعشرين القسط الثاني زيادة خمسمائة درهم صافية في الشهر ابتداء من فاتح يوليوز الفين وخمس وعشرين في محاولة الاحتواء الوضع اجتمعت الحكومة الأسبوع الماضي بسبعة من النقابات الصحية مقدمة عرضا توافق فيه على كل البنود ذات الطابع الاحتباري والقانوني للنقابات نقابات تتمسك بمطالبها بما فيها إضافة تحفيزات في حالة الانتقال نحو نظام جديد أربعة وأربعون شهيدا وعشرة الجرحة حصيلة ثلاث غارات جوية نفذتها الثلاثاء القوات الإسرائيلية على قطاع غزة واحدة منها سادفت مدرسة في مخيم صيرا تأوي النازحين التفاصيل مع زكياب القاس مدارس الأونروا ومنطقة المواصي غرب خان يونس في مرمى الصواريخ الإسرائيلية لأن عدم الأمان في هذه المنطقة التي صنفها الجيش الإسرائيلي بالآمنة ويحضق الموت بالمدنيين الفلسطينيين في كل مكان الدربات الإسرائيلية أثارت قلق المجتمع الدولي حيث أعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق بعض الغارات الإسرائيلية التي أوقعت خسائر كبيرة في صفوف المدنيين وكانت الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين أكدت أن 70% من مدارس الوكالة تم استهدافها وأزيد من 500 شخص قتلوا بداخلها زرت مستشفى ناصر بعد قصف المنطقة الأمنة في المواصل والمستشفى موجود في خان يونس منذ 9 أشهر وأنا في غزة وشاهدت مشاهد مروعة المركز الصحي يعمل فوق طاقته وأصيب أكثر من 100 شخص المكان امتلأ برائحة الدم الجيش الإسرائيلي وفي بيان الله أكد أن الغارات الأخيرة تستهدف مقاتلين من حركة حماس وتعهد رئيس الوزراء بن يمين نتنياه من جهته بمزيد من الضغط على الحركة والسهداف كبار قيادتها ذكرت الشرطة العمانية في بيان الله ثلاثان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب عدد آخرون في إطلاق نار في محيط مسجد بمنطقة الواذ الكبير بسلطنة عمان قالت الشرطة أنها تخذت كافة التذبير والإجراءات الأمنية لتعامل مع الموقف وأنها تستكمل إجراءات جمع المعطيات والتحقيق ودوليا دائما أعيد انتخاب المالطية روبيرتا ميتسولا ثلاثاء رئيسة البرلمان الأوروبي بحصولها على أغلبية صاحقة من الأصوات خلال افتتاح أول جلسة عامة للبرلمان في ستراسبورغ بعد الانتخابات التشريعية الأوروبية وحصلت ميتسولا التي ترأس البرلمان الأوروبي منذ عام 2022 على ولاية جديدة لسنتين ونصف إثر تأييد خمسمائة واثنين وستين نائبا ووطنيا احتضن مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات لقاء تواصليا ترأسه رئيس الغرفة لجانب سفير أغندا بالمغرب لقاء عرف مشاركة مهنيين في قطاع البن من كلا البلدين والهدف تعزيز الشراكة في هذا المجال التفاصيل مع فاطنا تابوت عشور بن مسعود وعزيز أنجمار قطاع القهوة بأغندا قطاع واعد باعتبار البلد منتجا لها ولتالت أجود قهوة في العالم والمغرب مستورد لهذه المادة لكن عن طريق وسطة من إيطاليا، ألمانيا، هولندا وغيرها وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدار البيضاء في لقاء جمع مهني هذه المادة من المغرب وأغندا من أجل شراكة واعدة في القطاع ننظر إلى هذه الزيارة بأهمية كبيرة لأننا نتطلع إلى أن البن الأغندي في المستقبل القريب سيدخل السوق المغربي مباشرة من أغندا إلى المملكة المغربية ونقطع الوساطات وبخضول مهني القطاع العاملين في استيراد وتصنيع البن بالمغرب والوفد الأغندي تم تدار السبول تسهيل عملية الاستيراد المباشر من أغندا إلى المغرب دون وسطة وتبسيط المساطر لبلوغ هذا الهدف على أساس باش نديره منصة اللي غادي تكون إن شاء الله دي القهوة في المغرب اللي غادي يكون توزيع ديالها الأوروبا أفريقية اليوم بشيكونوا يعني رابح رابح ما بين أغندا والمغرب مباشرة اللقاء كان مناسبة أيضا لتقديم وطش الحماية الاجتماعية في المغرب وسبول تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية من أجل الاستفادة منه وتطبيقه بأغندا خاصة مع حضور رئيس هيئة الضمان الاجتماعي ضمن الوفد الأغندي لا طالما ترتبط التساممات الغذائية مع حلول فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة التي تؤذي لتعفن بعض المواد الغذائية التي تحضر بها الوجبات المعدل المواطنين بمحلات الوجبات السريعة والتي لا تحترم شروط الصحة والسلامة في المتابعة حسن زكي وعشر بن مسعودة الأكل خارج البيت والضهم تفرده العطلة خلال فصل الصيف على العديد من الأسر المغربية فصل ترتفع فيه درجات الحرارة وترتفع معها احتمالات الإصابة بالتسممات الغذائية في حالة التوجه لبعض محلات بيع الوجبات السريعة التي لا تحترم معايير الصحة والسلامة بالنسبة للصناكات وهذا الشيء يقعون مشاكير في الصيف وبغين الناس يردوا البالهم يمشون محالة نقين في الصيف حيث الماكلة شوية خطيرة على الإنسان فهمتي ولا لا حي الضومين ديال الماكلة ضومين ليه هو صعيب وبغين نحن الناس باش يتجول شي بلا صلي هي مزيانة وخاش شوية المعارقة بتكون إجراءات وتدابير عدة يجب اتخادها للحد من تدعيات هذه الظاهرة خصوصا في هذا الفصل وفي مقدمتها تجديد المراقبة على هذه المحلات من طرف الجهات المختصة تكاتر البكتيريا في بعض المواد الاستهلاكية والتي هي هذه البكتيريا التي تؤثر على الصحة والسلامة للمسالكين من خلال تناولهم هذه المنتجات المسممة أو المنتجات لما تحترم السلسلة لتبريد وهناك يكون الدور ديال المراقبة وكيكون الدور ديال السلطات المعنية بالمراقبة أنها ستشدد المراقبة على هذه النسادة أعراض كثيرة تنبئ بتعرض الشخص لتسمم غدائية مما يستوجب معه توجهه على عجل نحو الطبيب خصوصا بالنسبة للأطفال وكبار السن خلال تسممات الغدائية اللي يمكن لا تعطيه اندياغي يمكن لا تعطيه واحد مجموعة عادية لآلم في البطن تقي ارتفاع درجة الحرارة من خلال واحد مجموعة عادية للميكروبات أو الفيروسات في حل السن مونال وبالتالي هاتش كيمكن يترسل بين على الصحة كيمكن يأتي إداء إلى الجفاف يعني لعطي الزيدغاتيش تجديد المراقبة على هذه المحلات وسن قوانين خاصة لتنظيم اشتغالها وإلزامية توفرها على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغدائية المعدة للمواطنين مع فرض احترام مصاري المنتجات الغدائية السهلة التعفن وضبط سلسلات تبريدها كلها تدابير من شأنها التقلص من مخاطر هذه التسممات الغدائية حفاظا على سلامة المواطنين وحياتهم التعاونيات في خدمة اقتصاد اجتماعي وتضامن مستدام هو شعار الاحتفال باليوم العالمي للتعاونيات المنظمة بعمالة مقاطعات مولي رشيد بالدار البيضاء والهادف إلى تقييم دقيق لمشاريع التعاونيات المندرجة في طار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صار كثير محمد شكير وانوال مهدوب هو يوم دراسي لوضع اليد على مختلف الصعوبات التي تواجهها التعاونيات المستفيدة من دعم برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب التابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مناسبة باش نخلقوا واحد الحوار بالناء مبين جميع المتدخلين لإحياء هذا اليوم هذا باش نعطيه واحد نضراء ديال الحصيلة اللي وصلنا لها في هذا عام ونص ديال اشتغال على الدعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي اقتصاد اجتماعي وتضامني مكن العديد من أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة من خلق فرص الشغل مما يساعد على تحسين ظروفهم المعيشية التعاونية اللي كي بدينا دابا مع هذه المبادرة الوطنية يعني اللي كينا يعني كيواكبونا دابا باش غد نوجد ان شاء الله المنتجات اللي هي ديال الزيوت ومع الأعشاء وتعصيد الأعشاء وذلك شيء اللي احنا كنتعلمو التعاونية تخصوص دياله كل ما يتعلق بجميع أنواع السباغة والذيكور الحمد لله استفدنا في الماطرية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهم المشاكين اللي كتكون هي في التعاونية فاش كتاخد ذك الماطريال يعني صعيب عليها باش تندمز في سوق الشغل دعم هذه المشاريع يتم أيضا عبر برامج تدريبية وتعليمية لأعضاء التعاونيات ما يزيد من مهاراتهم وقدراتهم الإنتاجية وفي مضوع آخر أطلقت بمدينة بركان منظمة الأمم المتحدة الأنمائية بالمغرب قافلة الشباب بجهة الشرق قافلة تهدف إلى تسليط الضوء على مختلف المبادرات الشبابية التي تتبنها وكالات الأمم المتحدة التفاصيل في مشهد يتصدره الشغف والرغبة في التغيير أطلقت منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب ومن قلب مدينة بركان قافلة الشباب بجهة الشرق حاملة معها آمال وطموحات الشباب المغربي نحو غد مشرق ومستقبل أفضل نحن هنا اليوم لدعم الجهود المبدولة لتمكين الشابات من استخدام الرياضات في تطوير مهاراتهم الأساسية ليس فقط لتحسين مستواهم الفكري بل لتحقيق مستقبل أعظم وأفضل ترم هذه القافلة إلى تسليط الضوء على مختلف المبادرات الشبابية التي تتبنها وكالات الأمم المتحدة مما يعكس التزام المنظمة بتعبئة المجتمع المدني والشباب الرائد لضمان مستقبل زاهر اليوم هو يوم كبير بالنسبة لنا ترحسف له بليوم العالمي المهارات للشباب والشبابات هنا في إقليم بركان وعطينا انتلاقات البرنامج الـ Girls Impact Bonds بشاركة مع أمام المتحدة وأيضاً لفنواب وأيضاً بيدعم أيضاً من الكوبراسون الاسبانيول هذا البرنامج هدف جاله أن أعطيه الشبابات في حالة إطالة الفرصة بشي تكونوا في عدة مجالات وأيضاً يطوروا المهارات تقنية الفكرية وأيضاً المقاولاتها وفي إطار هذه الفعالية تم إطلاق مشروع Girls Impact Bonds الذي يعد نقطة تحول فارقتنا في سجل تمكين الفتيات من تطوير مهاراتهم التقنية والفكرية في مختلف المجالات وهكذا تختتم قافلة الشباب مسيرتها في جهة الشرق حاملة معها بذور الأمل والنهضة وتاركة بصمة لا تمحا في قلوب الشباب والفتيات تغدو هذه المبادرة مصداقاً لحكمة التضامن وقدرة الإرادة ليشرق غد الجيل الجديد بآمالهم وطموحاتهم ويشكل معاً مستقبلاً يزدهر بالعطاء والتطور ومن جانبها نظمت المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بالطنجة حفل التمييز السنوي على شرف التلميذات والتلاميذ للمتفوقين مبادرة تهدف إلى تحفيز التلميذ على مواصلة تحقيق التفوق والتمييز في مسيرتهم الدراسية أنيسة أبو مهدي وسعد ناجح فقرات فنية ونوحة إبداعية أدها تلاميذ المؤسسات التعليمية التابعة للإقليم في حفل التمييز لهذا الموسم الدراسي حفل بات تقلداً تربوياً دأبت على تنظيمه المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية من أجل تثمين مجهودات التلميذات والتلاميذ المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة العمل الجاد والمثابرة نشكرها من هذا المنبر على هذه المبادرة حيث من شأنها أو الحاجة تحفزنا حيث أننا مزيد من العطاء وتمييز إن شاء الله وكتشجع أيضاً التلاميذ المقبلين للباكالورية بشأنهم يسابروا ويسابروا بشأنهم إن شاء الله يكونوا حضرين العام من المقبل نود أن أشكر المديري الإقليمي على الحفل الرائع والجميل اعترافاً منه وتكريماً لها للتلاميذ المتفوقين وهذا دافع يحفز التلاميذ على الاستمرار والعطاء في المستقبل القارب إن شاء الله في كلمتها بالمناسبة كدت المديرية الإقليمية لتربية الوطنية على أهمية هذا الاحتفال مشددة على أن هذا التقدير يحكس عرفان المجتمع بقدرات استثنائية وإصرار على التمييز كما تم خلال هذا الاحتفال استعراض إحصائيات حول نتائج الامتحانات الإشهادية لهذا الموسم هذا النتائج الإيجابية التي حصلت لها المديرية الإقليمية التنجرة أصيلة هي تطلج صدرنا جميعاً لا كإدارة إقليمية ولا كأساتذة ولا كمدير المؤسسات ولا كأمات وأبا وتلاميذ في نفس الوقت تكريم مجموعة من الرجال ونساء التعليم وكذلك اعتراف بالمجهود بالرسالة النبيلة التي يقوم بها المناظرين في المؤسسات التعليمية من أجل رقيب المنظمة التربوية على مساواة الإقليم وباقي ربوع المملكة وفي نهاية الحفل تم توزيع جوائز سحفيزية وشهادات تقديرية على التلاميذ المتفوقين وكذلك على الذين تميزوا جهوياً ووطنياً في مختلف المظاهرات الرياضية الثقافية والفنية كما تم تكريم المؤسسات ذات المبادرة المتميزة وعدد من رجال التعليم بما فيهم المتقاعدين لمساهمتهم في الارتقاء بالمنظمة التربوية مهرجان الشعر يحط رحاله ببرلين احتفالاً بدورته الخامسة والعشرين تظاهرة ثقافية تصلت الضوء على حرية التعبير الفني موجهة بوصلة الأبداع نحو القضايا الاجتماعية والسياسية لنطابع تحت سماء برلين وبين أروقة المدينة العريقة تنبتق الكلمات مثل لسمات الصباح معانقة فضاءات الروح والعقل إنه مهرجان الشعر الأكبر في أوروبا الذي يحتفل بدورته الخامسة والعشرين الشعر يعبر حقاً عن هذا الشعور الذي يجعلنا نتحدث بلغة ليست سائدة بل لغة تدرج ضمن إطار التفكيري الثقافي ومع ذلك فإن للكتالونيا أهمية كبيرة يعد هذا المهرجان السنوي تظاهرة أدبية وفنية تجوب أنحاء برلين حيث تعرض الأعمال في أماكن متنوعة من ترنيمات صوتية بجوار النوادي إلى فنون الآداء في الساحات الخارجية إنه لأمر غريب بالنسبة لي إذ نتعلم اللغات في المدرسة ولكنني لم أتعلم أبداً كيف أتحدث عن نفسي كانت تلك مهارات لم أدرب عليها بتأكيد أشعر بالرغبة القوية لاستكشافها من خلال الشعر وفي ختام هذه الاحتفالية الشعرية التي تجمع بين ألوان الفنون وعبق الكلمات يظل مهرجان برلين للشعر منارة للحرية والتعبير الفني يحتضن تنوع التقافات ويعزز الحوار بين الشعوب وفي المجال الرياضي نظمت الجماعة الملكية المغربية للتانكسودو بمدينة المحمدية بطولة الأبطال تظاهرة الرياضية عرفت مشاركة أزيد من مئة متبار ومتبارية بهدف انتقاء عناصر تعزز المتخب الوطني للمشاركة في بطولة أفريقيا المقبلة بالكونغو الديمقراطية حسن زكي وعبد الرحمن سيان بطولة الأبطال بطولة وطنية في ريادات تانكسودو تنفس خلالها أقوى الأبطال والبطلات المتوجينة على الصعيدين الوطني والإفريقية بطولة تميزت بالندية والقوة لتقارب مستوى هؤلاء الأبطال والبطلات مما أفرز مستوى تقني جيد شاكنا بطولة هذه بطولة الأبطال اللي كانت بمدينة المحمدية الحمد لله حققت الفوز بالمرتبة الأولى وكان النيزة القوي الحمد لله بالتوجاد اللي سنوجده الحمد لله ستطادعة الفوز ومن هكذا نعرفوا نيفو دينا إن شاء الله بش نوجد المسبقات الجاية هذا النيزة الآخر جمعني مبيني بطالة إفريقية ومع بطالة مغربية عدة مرات اللي كانت منافسة قوية بالزاب بيناتنا والحمد لله قدرت نتغلب ونتنتمنى التوفيق للجامع بطولة المحمدية كانت بطولة جدا متميزة شفنا الدريل يتبارك الله عليهم كاملين كانوا في المستوى مع العلم بأن الدريل عثم الفينا الحمد لله كان بطالة مغربة عدة مرات تهوى وتقابلنا والحمد لله فوز تتفادل المقابلة البطولة شهدت نهائيتها مشاركة أزيد من مئة متباري ومتبرية يمثلون كل العصب الجاوية مما أتعى الفرصة للأطول التقنية لانتقاء العناصر التي من شأنها تطعيم المنتخب الوطني قبل خوضه لغمار البطولة الإفريقية المقبلة بالكونغو الديمقراطية اليوم كان هنا أسرة تنقصدوا على البطولة الأبطال يعني دات المستوى العالي والجيد لأن بطولة الأبطال عندها خصوصيات كيحاولوا يبينوا فيها الأبطال على المستوى التقني ديالهم الجيد ومنسوش بأن بطولة الأبطال كتعاون حتى الأطول التقنية الوطنية والمدربي الوطني بش يكونوا منها فريق وطني سواء للإنات أو للذكور وفي ختام هذه تظاهرة الرياضية تم تتويج الفرق الفائزة وفي مقدمتها جمعية التنين الأخضر عن عصبة فاس مكناس التي احتلت المرتبة الأولى متبوعة في المرتبة الثانية بجمعية أمواج مريبو سلام عن جهة الريباطس القنطرة فيما احتل ناديي نهضة زنات والخليج المرتبة الثالثة عن عصبة الدار البيضاء استعد اللحظة مشاهدين أن توقفوا عند جديد حالة التقصي في بلادنا مع ليلة أغبال أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في النشرة الجوية يتوقع بحول الله أن يكون التقص نسبيا حار بداخل الأقاليم الجنوبية وكذلك بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية بأسهول الداخلية الشمالية والوسطى مع تكون صحوب منخفضة مصحوب كتل من الضباب بأسهول الأطلسية الشمالية وكذلك بالسواحل الجنوبية أما بعد الزوال ستتكون صحوب نسبيا غير مشتقرة بالأطلس بالجنوب الشرقي المنطقة الشرقية بالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية ويباقي المناطق الأخرى سمع قليلة صحوب إلى صفية معرفة بعض الزوابع رملية درجات الحرارة ستعادل 38 درجة بمدينة وجدة 30 درجة بالحسيمة 28 درجة ستسجل بطنجة 31 درجة بأريباط 28 درجة بأدر البيضاء 28 درجة بأقادير وكذلك بالجويرة حالة البحر سيكون البحر بيئة الواجهة المتوسطية وكذلك بيئة البغاز هذا إلى قليل الهاجن بعلو سيصل إلى متر واحد أما بالسواحل الأطلسية سيكون البحر قليل الهاجن إلى هاجن بعلو سيصل إلى مترين شكرا لتابع المتابعة وعود إلى بلات الأخبار ختم أن مشاهدين هذا تذكير بأهم مجأة في النشرة لقاء تواصلي بين المغرب وأوغندا اهتظنه مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء ستات لقاء عرف مشاركة مهانيين في قطاع البن من كلا البلدين بهدف تعزيز الشراكة في هذا المجال وبمدينة إبركان منظمة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب تطلق قافلة الشباب بجهة الشرق قافلة تهدف لتصليط الدوع لمختلف المبادرات الشبابية التي تتبنها وكالات الأمم المتحدة الجامعة الملكية المغربية للتنكسودو تنظم بمدينة المحمدية بطولة الأبطال تظاهرة تهدف إلى انتقاء عناصر تعزيز المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة أفريقيا المقبلة بالكونغو الديمقراطية شكرا على طيب المتابعة إلى اللقاء